اهلا بكم مشاهدين الكرام الى هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص اطلقت رئاسة الاركان التركية عملية غصن الزيتون في العشرين من شهر كانون الثاني الماضي وبحسب الحكومة التركية فان العملية تهدف الى ارساء الامن والاستقرار على الحدود التركية وفي المنطقة بشكل عام والقضاء على ارهابي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم الدولة في مدينة عفرين وقد شغلت العملية منذ انطلاقها عواصم القرار الغربية والاقليمية وكما شهد الميدان العسكري تغييرات مضطاردة منذ انطلاق العملية فان الميدان السياسي شهد بدوره ايضا حراكا استثنائيا وبعد مضي اكثر من شهر على انطلاق عملية غصن الزيتون نتساءل الى اي مدى حققت العملية اهدافها وفق الجدول الزمني المحدد لها مسبقا وماذا جرى في المباحثات المطولة التي اجراها وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون في انقرة وما هي حدود هذه العملية بالنسبة للتركيا نضع هذه الاسئلة اليوم بين يدي ضيفنا لهذه الحلقة من برنامج لقاء خاص مستشار الرئيس رجب طيب اردوغان الدكتور ياسين اوكتاي اهلا بك دكتور ياسين اهلا بك لو بدأنا بالحديث عن عملية غصن الزيتون ماذا تعني بالنسبة لتركيا الرسمية بداية اول ماذا تعني العملية للغصن الزيتون هي الدفاع عن حقوقها بأن في عفرين وفي هذه المناطق نرى عمليات ارهابية التي يهاجم ويستهدف تركيا نعم وتركيا وفي عناصر كثير كما كانت في عراق الجنوبية الاشمالية كانت القنديل كانت تعمل دور مركز ومقر للعمليات الهجوم على تركيا نفس المركز اسسة في عفرين ومن هناك يأتي الهجمات الارهابية على تركيا تركيا لها حق دفاع عن نفسها اول مرة ومن جانب اخر في تصفية عرقية وفي تصفية عرقية في الاماكن التي احتلتها البي واي دي التي تدعم من قبل ولاية المتحدة للأسف رغم ان دوما نحن اخترناها وحضرناها بان لا تدعم العمليات الارهابية ولا تدعم هذه التنظيمية لا فرق بينها وبين البي كاكات الحزب التي تسمي اسمها حزب العمال الكردسة ولكن لها ما لا علاقة مع الكرات وما لا علاقة مع العمال يعني انا اريد ان اشير في البداية الى نقطة جدا انت عندما تسألت اشرت الى تنظيم الدولة للأسف بعد يضيف اليها تنظيم الدولة الاسلامية وبعد يقول الحزب العمال الكردستان والعناصر الدموقراطية التي تسمي نفسها دموقراطي ولكن لا علاقة مع العمال هي دولة هي تنظيم نحن هي رهابية بالنسبة لها نحن نطيح لهم فرصة فرص كثير نسميهم كما يريدوا ان يسموا انفسهم ولكن يغتلوا ويغصبوا بعض الكلمات يغصبوا كلمة الاسلام يغصبوا كلمة الدولة ما لهم علاقة مع الدولة هم تنظيمات ارهابية الداعش نحن نسمينا الداعش من بدل ان نسميها الدولة الاسلامية لا ابدا نحن لا يليقوا ولا يستحقوا هذا الكلام هذا التسكية كما هي تنظيم حزب العمال الكردستان ما لا يعني هي لا يمثل الاكراد كافة فيه طبعا فيه من الاكراد من جدا هم يتغطفوا بهم ولكن هم ليسوا لا سيما تنظيم الدولة لا نهتم بالتنظيم البيكاكا كيف تسمي نفسها ولكن هزب الداعش نعم عندما تختصب كلمة الاسلام هذا هو نامسنا هذا هو عرضنا كلمة الاسلام كيف نخلق ولا نسامحها أن تسمي هذا الكلمة نحن نسميها كما يتطلق دواعش نعم عملية غصن الزيتون إذن هي مسألة أمن قومي بالنسبة للتركيا أمن قومي ومنع التصفيط العرقية في حدود تركيا وضد تقسيم السوريا يعني الآن يريدوا أن يقسموا سوريا نحن ضد هذا التقسيم هذه العملية وهذا المشروع الذي يريد أن يقسم وجعل دولة في حدود تركيا التي تهدد تركيا بالنسبة للشعب التركي هل هو ملتف حول الحكومة التركية في هذه المعركة الحمد لله الحمد لله هذا هو شيء استثنائي استثنائي الذي رأيناه في مجتمع التركي الذي يجتمع في قضية كافة يعني الآن الدعم لهذا العملية لهذه العملية وصل إلى أكثر جاوز التسعينات يعني أكثر من تسعين بالمئة الناس رغم أنه في من يعارض الحكومة في من يعارضوا تارز الأداء الحرب كذا وكذا ولكن على كل حال ولا في النهاية هم يدعموا هذه العملية يرحبوها ويفتخروا بها أكثر من تسعين بالمئة أكثر من تسعين بالمئة هل هي أحصاءات رسمية؟ أحصاءات رسمية طبعا وبينهم المعارضة حزب الأحزاب المعارضة حزب الشعب الجمهورية أمس ألقى كلمة في الكتلة البرلمانية لحزبه قال نحن نفتخر في عملية التي تقيم بها القوات المسلحة التركية طب الآن مضى على هذه العملية أكثر من شهر نعم ماذا حققت هذه العملية؟ هل حققت أهدافها وفق الجدول الزمني المعد لها مسبقا؟ نعم يعني لو السؤال أكيد بهذا وفقا لهذا السؤال للجدول العملي الزمني يعني حققت أهدافها حتى أكثر من أهدافها لأن كنا طبعا نتمنى أن نأخذ ونحاصر المدينة مدينة المدن في عفرين لأن وبعد الحصار لماذا الحصار؟ لو لا يكون حصار نحن نحتفظ على أرواح المدنيين في المدن في العفرين وفي كل الأماكن هناك من يقول أن هناك ربما تأخر في الإنجازات في التقدم في السيطرة على المناطق السيطرة على المناطق الآن يعني ليس سهل يعني بأن هناك قوات مصلحة يعني كما هو معلن من قبل إعلام الأمريكي الذي قال يعني صلحنا خمسة آلاف يعني مملئة خمسة آلاف شاحنات مملئة بالأصلحة ومعها مع الخمسة آلاف شاحنات ألفين طائرات كارغو طائرات يعني ملوا الصاحب بالطائرة بالأصلحة نعم ومصلحوهم يعني هذا القوات المصلحة الذين صلحوا من قبل الولايات المتحدة ده هم مشكلة لنا طبعاً وهم يتخذوا المدنيون كدرح لهم يعني ونحن لا نريد أن نضحي المدنيين إلا نحافظ عن أرواحهم وإن شاء الله لن تروا أي انتهاك حقوق الإنسان وحقوق المدنيين في هذا نحن سننقذ المدنيين يعني وطبعا يعني في من يتعامل معهم ومن يساندهم لا شك ولكن لا نقول كلهم ورغم أنهم أي من يساعدهم والبقية ليسوا معهم وإن شاء الله في نهاية هذه العملية تركيا لا لها أي طموح لإحتلال أفرينا أو لإحتلال أي شبر من أراضي سوريا إلا أن تترك أراضي سوريا للسوريين القوات التركية لن تبقى في الأراضي السورية أبدا أبدا تركيا ليست لا طموح وما لها منفعة من هذا أو منفعة تركيا هي أن تترك أراضي سوريا للسوريين وتبقى السوريا موحدة بدون تقسيم التقسيم هو ضرر للكل ليس لتركيا فقط في الحقيقة هو الضرر لكل من هو يرغب ومن يطمح بهذا التقسيم بلايات المتحدة فقط أنا أعتقد الاتفاق الذي حصل بيننا وبين روسيا وإيران في سوتي هو يقصد نفس الشيء نحن أبدا ضد التقسيم ونحن ضد تواجد أي عنصر أجنبي في أراضي سوريا وبينهم الأتراك الأتراك لا يستثنوا أنفسهم لا يقولوا نحن كلهم فليطلعوا تبقى تركيا لا كلهم فليطلع فليطلع كلهم وعناصر المصلحة الذي يستخدموا كأدات لتقسيم السوريا المصلحة PYD لا نقول أكرات هذا الحرب ليس حرب على الأكرات بل هو حرب لإنقاذ الأكرات معهم مع كل السوريين إنقاذ الأكرات من هذا التقسيم ومن هذا التدخل الأجنبي والإمفريالي المستعمر في هذا البلدان إبرام الميليشيات الكردية اتفاقا مع النظام السوري إلى أي مدى شكلت تحديا بالنسبة للعملية هذا ليس لم يكن سر في الحقيقة يعني هذا هو الشيء يعني عندما رأيناه يعني في البداية منذ البداية كنا نرى كان اتفاق حقيقي بين العناصر PYD PKK ونظام السوري الآن عندما وصلنا إلى مرحلة ننهي هذه التهلكة إلى تركيا رأينا جاءوا ووصلوا وسعوا لدعم لحلفائهم ولكن هذا الحلفاء يعني يشكل شيء من الاختلاف يعني هذا الاختلاف لابد أن نحل هذا الاختلاف كيف يعني PYD مع من هي هي مع من مع أمريكا مع النظام السوري والنظام السوري هو مع روسيا الروسيا هي ضد أمريكا في الصحة يعني هذا تلك العملاء يعني لابد أن يتذكروا أما الأكراد الذي يؤيد هذا PYD أو بعض الناس الذي يؤيده نعم هل يمكن أن نشهد؟ وللأسف يعني أحيانا أرى لا سيما في لو أرى في إعلام الذي يؤيد PKK لا بأسعدها من المتوقع ومن المنتظر ولكن عندما أرى في إعلام العربي أرى شيء عجيب يعني يقول الحرب الأكراد والتركي الأكراد والأتراك هذا ليس حرب الأكراد والأتراك صور المشهد على أنه حرب بين جميع الأكراد والدولة التركية اتقوا الله اتقوا الله هذا ليس حرب الأتراك الحمد لله أنا من جزور عربي وأنا أفتخر بموقف الأتراك الحمد لله أحمد الله بهذا الموقف الذي هو أبداً ليس ضد الأكرات إلا هو ضد الإرهاب وضد الاستعمار من يقول هذا هو يعني يعلن ويظهر يعكس هذا الحرب كأنه هو حرب بين الأكرات والأتراك هذا هو يأخذ موقفه مع الاستعمار هل يمكن أن نشأت تصادماً بين جيش التركي وجيش النظام السوري؟ لو يأتي جيش السوري ليحافظ عن البيكاكا هو هدف حقيقي وهدف شرعي لنا يعني تركيا طبعاً لا تريد أن تحارب النظام السوري ولكن من يأتي إلى العفرين الآن ليحافظ عن البيا داع بقصد أن يحافظ أو أن يمنع تركيا من حرب على هذا الإرهاب هو كأنه إرهابي ويكون هدف مشروع للتركيا هناك تقارير تتحدث عن دعم روسي وإيراني للميليشيات الكردية في الشمال السوري هل لديكم معلومات تؤكد ذلك أو تنفيذ؟ لا هذا ليس مؤكد ليس خبر مؤكد ومؤيد نحن لو نسمع هذا الخبر لنا مخاطبين يعني المخاطبين إيران والروسيا نحن نخاطبهما وكما أمس أو قبل أيام رجب طيب أردوغان الرئيس الجمهوري التركي اتصل بنظريه الروحاني وبوتين وقال لهم هذا شيء لا تقف وراءهم نحن لو يأتونا ليحافظوا عن البيا داع سنحاربهم الرئيس رجب طيب أردوغان اجتمع منذ أيام عقد اجتماعا مطولا مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون استمر ربما أكثر من ثلاث ساعات وربع نعم ثلاث ساعات وربع خرج بعده بيان مغتضب من الرئاسة التركية يقول أن أنقرة أبلغت الوزير التركي بأولوياتها وتطلعاتها نريد أن نعرف أكثر عن تفاصيل ما جرى داخل هذا الاجتماع هل هناك طرح معين طرحه الوزير الأمريكي؟ ماذا جرى بالتحديد؟ والله ما جرى يعني هو كما قيل في البيان بعد الاجتماع يعني هذا شيء كل التفاصيل يعني وضع الطولة وقالوا يعني كان طبعا يستنكر نحن نحن كانوا يقولوا كما يقولوا دائما نحن لا نؤيد الباكاكا نحن البيادة تختلف عن البيكاكا كذا قلتوا هذا شيء يعني هل ترون من الحمق طبعا يعني هل ترون شيء يعني في عدم الذكاء وعدم العقل معنا يعني لو ترون نحن وذكياء هذا غير مقنع بالنسبة لكم غير مقنع طبعا لنا يعني رأيناهم لكل الأدلة يعلموا كل شيء طبعا ولكن نحن رأيناهم هذا البي واي دي والبيكاكا نفس الأشخاص يعني في تركيا يعني يحملوا يحملوا لباس البيكاكا وفي سوريا نفس اللباس لا يغيروا فقط إلا المركة يعني وهذا ومع ذلك طبعا الأبناء الذي يقتلوا في معزمهم من تركيا من البيكاكا الذي ينضموا إلى تنظيم البيكاكا الإرهابي وبعد يرحوا إلى عفرين أو كوباني أو روجابا أو مومبيتش ويحاربوا في صفوف البي واي دي هذا شيء غير وهم يروا وكان واحد من الجنرالات في البنتاجون يعني هو الذي قال يعني نحن ضغطنا على البي واي دي عناصر الأكراد في سوريا لا تحملوا غيروا اسمكم وقالوا هم وضعوا كلمة الدموقراطية التي هي كلمة ساحرة يعني يفتخر كأنه يعني يلعب مع العقول يعني كأنه ينضح مع عقول الأتراك يعني نحن 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 دولة يعني دولة ألف سنة في هذه الأراضي يعني هل تمضح معنا يعني أنت دولة أمس يعني أنت أسست الأمريكا قبل أمس يعني لو في الطريق الدموقراسي في المخابرات وفي كل شيء نحن لنا خبرة أكثر عشر مرات أكثر عشر ضاعف أكثر من عشر يعني بعد الاجتماع ما زال الموقف الأمريكي داعم للبي اي دي ويفرق بين البي اي دي وبي كاكا طبعا الآن لا يفرق طبعا لا بد أن لا يفرق طبعا نحن ولو يفرق نحن وضعنا موقفنا بكل سراحة نحن لا نؤمن ولا نثق لا بد أن نرى كل شيء في الصاحة الآن لابد أن نرى عدم دعمكم للبي اي دي في الصاحة الآن نحن لا نفرق بين البي اي دي والبي كاكا ماذا كان رده أظن كان فاهم يعني شخصيا كان فاهم ولكن نحن قلقنا أو خوفنا هو ليس خوف لكن قلق يعني هو ما بقى له تأثير وتيلرسون رغم أنه هو وزير خارجية في أمريكا ولكن البيانات التي صرب حينما كان في قمة الاجتماعات كان يسرب بيانات من طرف الفنتاجون أو من طرف وزارة القصر الأبيض كأن نحن سنواصل دعمنا للبي وي دي لأنه عناصر لابد أن نتمركز على الداعش نحن نقول لماذا تمركز على الداعش من هي الداعش وما بقى من الداعش نعم ما بقى من الداعش لأن الداعش هي تهلك لمن؟ رأينا في اتفاق بين الولايات المتحدة عناصر الولايات المتحدة والبي وي دي في تحليط الرقة ألم نرى؟ نعم رأينا عناصر الدواعش كانوا يتحلوا من الباصات من الرقة تحت حماية الولايات المتحدة والبي وي دي نعم بالباصات المكيفة إلى أين؟ إلى أين؟ نعم يعني ذهبوا إلى أين؟ لا حتى يعلم في اتفاق بينهم هذا ليس السر الآن يعني أنتم لما تقول تمركزوا على الداعش الداعش هي لنا تهلكة نعم ونحن حاربنا الداعش ونحن الوحيدين الذين حاربنا الداعش والله ولاية المتحدة لم تعارب الداعش إلا تغذيها تغذيها بطريق ما وتستخدمها كمفتاح للدخول أو لإدخال البي وي دي إلى أي مكان الذي تحتلوها هذا هو دور الداعش داعش لا لها أي كونية حقيقية من يؤمن الداعش من الذين الصافين المخلصين نقول يعني فيه من بعض الرجال والنساء المخلصين يظنون جدا هذا التنظيم هي تنظيم خلافة والله ما لا علاقة لا مع الإسلام وما مع خلافة إلا لو هم مخلصين ولكن من يربيهم من يديرهم هم حليفين حليفين مع أعداء الإسلام هذا هو الحقيقة الأبرضة نعم فيما يتعلق بمنبيج الجانب التركي هل قدم مقترحات لتيلرسون طبعا يعني في منبيج نحن نقول لهم يعني المنبيج نحن لسنا بدن ضد الأكراد ولكن لا نريد أي تصفية عرقية في منبيج هي أو دولة جديدة بعثية التي تدير أقلية تدير الأغلبية يعني هذا شيء غير متاح ولا يليق هذا هو غير مستمير يعني هو مستحيل الاستمرار يعني سواكن المنبيج عددهم أكثر من 90% من العرب من العرب والبقية ليس كلهم أكراد يعني في من ولكن سيأتوا الأكراد بعض الأكراد عناصر البي و اي دي يديروا هذه البلدة هذا لماذا يعني إلا بالأصلحة بالتأديد لا بد أن نؤسس نظام هناك في سوريا الذي يوحد المجتمع كله المجتمع السوري ما بينهم الأكراد والعرب والأرمن والمسلمين والغير المسلمين والسنة والعلويين يعيشوا مع بعضهم بعض كلهم هذا هو الاسلوب والنموذج الذي سيؤسس المستقبل السوري طيب حتى نختم موضوع الاجتماع تيلرسون مع الرئيس التركي لم يخرج هذا الاجتماع بشيء يطمئن الجانب التركي يمكن أن نقول هذا نعم طيب عملية غصن الزيتون أكثر من شهر إلى متى ستستمر والله حتى نصفي الإرهاب من هناك يعني حتى يعني ستستمر والتركيا لها هذه التجربة لتصويت الإرهاب من المدن ولوهم في المدن كما تعلم في تركيا كان التنظيم البيكاكي أرادوا أن يحتلوا بعض المدن في تركيا بتحت عنوان الإدارة الذاتية للأكرات نعم ما كان لا علاقة هم دمروا بيوت الأكرات هم فجروا كل الأماكن وبنوا وحفروا الخنادق في مدن الأكرات ودمروا حياة الأكرات كلهم الأكرات اللولهم يكفي هذا كفاية يعني الرد الفعل أتى من الأكرات بكلمة الكفاية الكفاية لا تموتوا ولا تقتلوا من أجلنا هذا كانت نعم أنتم تقولوا أننا نقتل ونموت من أجلكم لا نرفض هذا الأكرات قالوا هذا الكلام ورفضوا وطردوا الأكرات من هناك يعني ونفس الشيء إن شاء الله تركيا حاربت بكاكا في تلك المن الذي كانوا تمكنوا في الأراضي في المدن وبدأوا الحرب المدينة على تركيا ولكن حاربت القوات الأمنة التركية حاربوا بشكل جيد بدون بدون قتل أي مدني نعم إلا من قتلهم كانوا كانوا حزب الباكاكا يعني ماذا بعد انتهاء عملية غصن الزيتون هل ربما سيتم فرض منطقة منزوعة السلاح منطقة آمنة أماذا والله هذا شيء جيد يعني كما يحصل في جرابلوس الآن جرابلوس الناس الجرابلوس عادوا إلى بيوتهم المساكنين يعني الآن هذا هو أول مرة تحسد أول مرة بنية مدن في ماكن درء الفرات والناس بدأوا يعودوا إلى بلدانهم هذا هو فرق التركيا عندما تحضر في أي مكان ما بعد حضور التركيا يبدأ إعادة وإعادة البناء ويبدأ الإعمار هناك تركيا تعمر لا تدمر هذا هو فرق التركيا كل أطراف الأخرى في سوريا متواجدين في سوريا كلهم لا يعمل إلا التدمير ولا يفعلوا إلا التدمير ولكن تركيا ما تفعل إلا البناء والإنقاص بهذا نصل إلى ختم هذا اللقاء شكرا جزيلا لك مستشار الرئيس رجب طيب أردوغان الدكتور ياسين أكتاي شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الشكر منصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر